موسيقى اعتبر ان الحكومة الحالية لم ترقى لتطلعات المواطنين والمواطنات اجهضت على الكثير من المكتسبات حاليا لم تقوم بتفعيل مجموعة من السياسات العمومية فيما يخص السياسة العمومية المندبجة للشباب او حتى السياسات العمومية المتعلقة بمجموعة من المجالات من بينها الصحة او التعليم كذلك موسيقى اولا وقبل التكلم على 1% من الشباب المنخرطين في المجال السياسي يجب التحدث على نسبة الشباب الشباب يشكلون اليوم في المغرب 34% 51 منهم نساء والغريب في الامر انه 82% منهم لا يمارسون اي نشاط كما ان 72% من وقت الشباب يضيع في افعال غير نافعة كما ان 75% منهم لا يتوفرون على تغطية صحية واحد على خمسة من كل مجموعة يعانون من اضطرابات نفسية وعشرة الى 15% من الشباب اليوم يتجهون الى العمل يعني الجمعوي ويهربون من العمل الحزبي لماذا هذه المسألة هذه حيث الاحزاب السياسية اليوم لم تتمكن من يعني اظهار واحد الالتزام تجاه الشاب والشاب المغربية لم تتمكن من سن واحد الخطة استراتيجية من اجل استقطاب الشباب والشابات والكفاءات كذلك مشكل الشاب اليوم هو انه لا يتقو في الاحزاب السياسية ولا يتقو في صناع القرار وبالتالي الدور دينا اليوم كاحزاب هو اننا نعيد تقى للشاب في المنتخب السياسي وخصوصا هذا الدور غد يلعبو الشاب بشكل سالس بما انه ينتمي لنفس الفئة العمرية اللي هي الشباب موسيقى 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 موسيقى